هايبدأ الفيفا تفتح باب التسجيل اللاعبين من يوم واحد ليوم 14 قبل انطلاق البطولة يوم 15 من الشهر ذاته في الوليات المتحدة الامريكية كمان عايز اقولك ان القيمة التسوقية لأسامة ابو علي ترتفع للضعف وتصل لتلاتة مليون دولار بعد تقديم اللاعب يعني مستويات رهيبة جدا وقدم موسم مميز مع النادي الاهلي ليصبح هو وامام عشور الاغلى في تشكيلة النادي الاهلي الحالية للفريق كمان الكابتن محمود الخطيب بيهنئ رجالة كرة اليد في النادي الاهلي بعد الفوز على برشلونة وحصد برونزية كأس العالم للاندية في انجاز تاريخي كريم ندفد وكريم الدبيس بيطلبوا من النادي الاهلي الرحيل مجددا بسبب صعوبة حصولهم على فرصة للمشاركة في المباريات مع مارس الكلار اللي هو يعني وعدم انضمام معظم عناصر الفريق الاساسية لمنتخبات بلادهم في المعسكر القادم سواء امام عشور او يحيى عطية الله او اشرف داري او ياسر ابراهيم او حسين الشحات او افشا او برستاو يمنح سويسري مارس الكلار فرصة ذهبية لكل اللاعبين للاستعداد بشكل جيد للمباريات السوبر المصري كمان عايز اقول لكم ان في مصدر باتحاد الكرة يؤكد ان تمسك وزير الشباب والرياضة بعنصر مصري في رئاسة لجنة الحكام يعود الى وعده لرئيس نادي الزمالك حسين لبيب وقت ازمة مباراة القمة الاخيرة بعدم السماح بتواجد اي عنصر اجنبي جديد في اللجنة كمان جماهير الاهلي تنتظر تحرك عاجل من الكابتن محمود الخطيب لايقاف ما زال تقرار موسم الاحتواء مجددا في ظل تمسك وزير الشباب والرياضة بتعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام وعدم الاستعانة بعنصر اجنبي كمان منتخب قطر يستبعد يوسف ايمن حافز من معسكره القادم للمرة التانية على التوالي بسبب عدم المشاركة مع النادي الاهلي كمان الفيفا بيؤكد للنادي الاهلي انه لا مانع من قيد اي لاعب جديد سينضم للفريق خلال الايام القادمة في قائمة الفريق للنادي الاهلي لمباراة الانتر كونتيننتل وانه ليس شرط ان يكون اللاعب مقاية افريقيا للمشاركة في البطولة وان قيده محليا فقط كافي لقيده في قائمة الفريق التي ستشارك في مباريات البطولة العين الاماراتي يختر النادي الاهلي بوصوله لمصر يوم 27 اكتوبر الجاري لخوض المباراة المرتقبة بينهم يوم 29 من الشهر ذاته على استاد القاهرة الاهلي يوافق على تخصيص 5000 تذكرة لجماهير العين الاماراتي في المباراة المرتقبة بينهم نهاية الشهر الجاري وذلك بناء على رغبة مسؤول النادي الاماراتي الذين يظنون بان العديد من جماهير الزمالك سيدعمونه في تلك المواجهة غضب اهله من الاعلامي محمد الليسي بسبب اسراره على تصدير صورة خاطئة للبعض بان محمد رمضان قادم للاهلي لتقليص صلاحيات كولر واجباره على ضم لاعبين معينين كابتن محمد رمضان المدر اللياضي الجديد للنادي الاهلي بيخطط لعقد جلسة مع علي معلول في الايام المقبلة بعد طلب اللاعب من النادي الاهلي تحديد موقفه وذلك في الظل ما يصار في وجود رغبة لدى النادي في توجيه الشكر له ووليد الرقراقي مدرب المنتخب المغربي يؤكد ان يحيى عطية الله سيعود حتما للمنتخب في المعسكرات القادمة وانه ينتظر فقط ان يستعيد مستوى بشكل كامل كمان ربط بعض الصحفيين اسم زيزو بالاهلي في الساعات الماضية يتسبب في قلق قبير داخل نادي الزمالك خوفا من ان تكون تلك الانباء حقيقية محمد هاني يظهر على الانستجرام لاول مرة بعد يعني ما اصيب وتلقى عدة رسائل دعم من زملاء والجمهير وعمر جابر لاعب الزمالك يشارك صورته على ستور الانستجرام ويتمنى له العودة سريعا عايز اقول لكم كمان ان اتحاد الكرة يسند لشاهندة المغربي مهمة ادارة مباراة الاهلي والزمالك في افتتاح دور كرة القدم النسائي غدا قناة On Time Sport تعلن اذاعة قمة الاهلي والزمالك للكرة النسائية على شاشتها غدا في الساعة الرابعة عصرا كمان محمد عبد المنعم يكتفي بمشاهدة خصارة نيس امام لاتسيو في الدور الاوروبي بربعية من على مقاعد البودلاء كابتن علاء مايهوب يؤكد انه لو كان مديرا للكرة وقت خصارة السوبر الافريقى امام الزمالك لكان وقع عقوبة تاريخية على اللاعبين بسبب التعالي على الكرة ويؤكد انه يعني انه علم بانه كان مرشح للتواجد في منصب مدير الكرة لكنه وقع في النهاية للاختيار على الكابتن محمد رمضان وانه يسق فيه قدرة الاخير على النجاح وفرض حالة انضباط داخل الفريق ويؤكد ثقته ان الخصارة من الزمالك ستكون نقطة انطلاقة قوية للاخمر كمان الكابتن دياس سايد يؤكد ان الاعتذار الوحيد الذي سيقبل من لاعب الاهلي بعد ما حدث في السوبر الافريق والفوز بالسوبر المصري وتقديم اداء مميز في البطولة كمان الكابتن ابراهيم سايد نجم النادر الاهلي السابق يعني يؤيد عدم تفاوله بتواجد الكابتن محمد رمضان في منصب المدير الرياضة ومنصب مدير الكرة بالاهلي ويكد انه يحترمه ويقدر محمد رمضان للغاية لكن التعادل على العمل في هذا المنصب منذ عام 22 قد يكون عائقا امام نجاحه خاصة ان الجيل الحالي يحتاج لشخص قريب منه لكي يقدر اللي هو يتعامل معه وانه كل عصر يحتاج لشخص معين وطريق التعامل مختلفة كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كرة يطالب حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بالاعتذار عن تصريحاته الاخيرة التي هددت فيها الجميع بابعاده عن المشهد الرياضي في حال مخالفة رأيه في يكون الزمالك اكبر قلعة رياضية في مصر ويؤكد انه لا يمكن لحسين لبيب او غيره الحجر على اراء الناس وانه لا يجوز لرئيس نادي كبير ان يتحدث بلغة الجماهير الاستاذ محمد الضماطي عدو مجلس ادارة النادي الاهلي سخرا من الكابتن حسين لبيب بعد فوز فريق كرة اليد ببرونزيت كأس العالم الاندية انجاز تاريخي للنادي الاهلي اكبر قلعة كرة يد في العالم واللي يقول غير كده ما بيفهمش في العاب الصلاة واي حد هيجادل هياخد ايقاف ديئتين المنتج السينمائي محمد العدل ورئيس قناة النادي الاهلي السابق سخرا من رئيس نادي الزمالك الاهلي القمة اسمه على مسمى اكبر قلعة في افريقيا وليس مصر فقط واللي شايف غير كده برحته مش هنعمله اي حاجة انتقادات كبيرة لهشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بجماهير الزمالك بسبب تصرحات الاخير عن زيزو والبعض يطالب بعدم السماح ليب الظهور اعلاميا مجددا خاصة انه شخص غير مؤهل للحديث عن الملفات الهمة بالنادي رئيس نادي الزمالك الفعل ينتقد ظهور كل اعضاء مجلس ادارة الزمالك وحسين لبيف في الاعلام في الساعات الماضية والحديث عن ملفات هامة على الملأ مثل ملف التجديد لزيزو ويأكد انه لابد من ايقاف هذه المهزلة والصمت قليلا لانهاء هذه الملفات اولا ويأكد ان السكوت احيانا يكون منزهب وان تكون مستمعا افضل من ان تكون متكلما البنك الاهلي يضم سيد نمار لعب الزمالك الشاب لمدة موسم على سبيل الاعارة جميز يستقر بشكل كبير على استمرار كابتن محمد عوات حارس الزمالك في حراسة المرمى اساسيا بالصبر المصري رغم اقتراب محمد صبحي كدمية النادي الاهلي بالتجمع الخامس لابد ان يستعيد امام عشور لعب خط وسط النادي تركيزه في المباراة وعدم الالتفاف الى الامور الخارجية بسبب موهبته التي يمتلكها فهو لاعب صاحب امكانيات جيدة جدا ولازم يستثمر هذا الموهبة في الملعب دي كانت كل الاخبار اللي معنا النهاردة اتمنى ان الحلقة تكون عجبة حضراتكم ياريت فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو وباشتراك في القناة لو مش مشترك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد وما تنساش افضل حاجة هنختم بيها حليتنا هي الصلاة على الحبيب فصل على الحبيب البكيطيب بشكرك شكرا جزيلا واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة